الشركات الرعية اللي كانت متعقدة مع النادي الاهلي سواء شركة سبورتا للملابس الرياضية اللي النادي أخذ أحكام في تنظيم حقوقه تجاهها أو شركة صلة أو كمان شركة مسك للإنتاج الإعلامي في خلافها الكبير مع النادي الاهلي بشأن القناة الاهلي النادي كان صدر له حكم هذا الأسبوع أزل الستر نهائيا على أزمة الاهلي مع شركة مسك للإنتاج الإعلامي بعد رفض المحكمة أو محكمة النقد الذي تقدمت به الشركة في حكم سابق لصالح الاهلي قال الأستاذ حلم عبد الرزق المستشار القانوني للاهلي أن أزمة النادي مع مسك انتهت بحكم تغريم النادي بمبلغ أو تغريم الشركة بمبلغ 135 مليون جنيه في عهد المجلس السابق قال حلم عبد الرزق الاهلي قام في بداية الأمر بإبطال الحكم الصادر لصالح مسك بتغريم النادي كان في الأول حكم طالع بتغريم النادي 135 مليون جنيه خلال مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس محمود طاهر وما ترتب عليه بعد قيام الشركة بفسخ التعاقد مع الأهلي وأضاف عبد الرزق بعد إبطال الحكم قامت شركة مسك بعمل نقد برقم 1355 لسنة 88 تحددت له جلسة يوم الخميس الماضي بتاريخ 10 أكتوبر 2019 لكن المحكمة رفضت النقط وبالتالي أسدل الستارة على الأزمة ولن يتم تغريم الأهلي من ليما واحدا يعني مسك كانت واخدة حكم بتغريم الأهلي 135 مليون جنيه تعرف الحكم ده؟ الحكم ده كان فيه جزء إيه؟ جزء وسيط حكم لصالح النادي الأهلي بمبلغ بسيط حاجة و30 حاجة و20 مليون جنيه فده أنت اتحكم لك فيه الطعن كان على الغرامة اللي عليك أنت بقى وكسبتها أو الدرجة طيب كسبتها تاني درجة هو قيمة الحكم ده من ناحية الأدبية طبعا رائع من ناحية المادية وفر عليك مبلغ هائل لكن هو له زاوية تانية إنت مسك كانت راحة حجزت على مستحقات الأهلي في رمضان صبحي مبلغ كبير جدا وعلى أرصادة النادي لا ده بره بسيطة أرصادة النادي هنا ده خلص أنا بكلم كان ليك فلوس عند النادي اللي خادر رمضان أما ليه أول مدافع راح حاجزين على القيمة أول ما خدوا الحكم هم قالوا لهم فيه تقاضي والحكم أهو أول قصة جي راح حاجزين عليه مش جيه هم ما تحركش ما تحركش ما تحركش ما له حاجز عليه إزاي فانت ليك دلوقتي مبلغ كبير قوي يعني بإذن الله براكد هتاخدوا والفترة الجاية دي من النادي الحكم ده سلك المسال أه أه مش استوك أه أه اللي هو خد رمضان أه لأنه خد رمضان وباعه ولعه عليه فلوس أه فأنت الفلوس دي دلوقتي من حقك أنك أنت تطلبها وتخدها على طول لأنه دي فلوس مفروض أنها متجنبة صحيح أه أه الأستاذ حلم عبد الرازي القصة تعود إلى صدور حكم تحكيم لصالح ميسك السعودية في الدعوة رقم ألف واربعة لسنة ألفين واربعة عشر صدر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كله من شركة الأقل للإنتاج العالمي والنادي الأقل للرياضة البدنية بإلزام المتحكم ضدهما بالتضامن فيما بينهما بدفع مبلغ مية خمسة وثلاثين مليون جنيه وذلك بتاريخ 28 أكتوبر 2017 وكان ذلك في عهد مجلس الإدارة السابق المجلس الحالي برئاسة الكابت المحمود الخطيب أم بإحادة ملف القضية إلى حلم عبد الرازي المستشار القانوني للنادي أشار بدوره إلى ضرورة إقامة دعوة بطهز الحكم وبالفعل تم ذلك وقضي فيه في جلسة 9 مايو 2018 ببطلن حكم التحكيم وما ترتب عليه من أثار إلا أن شركة ميزك لم ترتضي بالحكم وقامت بالطعن على حكم البطلان بموجة بالطعن سالة في الزكر لكن الطعن قبلة بالرفض لينتهي الأمر تماما ويلغى حكم تغريم الأهلي وينقذ 135 مليون جنيه من النادي الأهلي تمام إذن هو أسبوع أحقاق الحقوق أو الأهلي الماضية كانت كويسة جدا بما فيها طبعا ما تابعناه خلال الأزمة الماضية ويلغوا الأهلي يبقى شيء يبقى مصير الشكاوى اللي كتبها النادي الأهلي إيه؟ إيه؟ هذي أران أعملوا الرد اللي شايفينه يعني يحفظوا الحقوق ويدافع عن النظام يعني مش عايد أقول كلام عشان عشان ملغاش بوحي بالمناسبة قبل قليل قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شارئ لعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون يوم 19 أكتوبر الحالي كما قررت اللجنة إيقاف رجان سياسي لعب وسط الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الأنظار الثاني فيما تم إيقاف سيف الدين بن عاصم الجزيري لعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدراء عشرة ألاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة جاء ذلك ضمن العقوبات المقررة عن مباراة الجولتين الرابع والخمسة لمسابقة الدور الممتاز حيث تم إيقاف أحمد مدبولي عبد الرحمن لعب الإسماعيلي مباراة للحصول على الانظار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرص الحدود وموسى ديوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الانظار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه أمام بيرامنتس هم أخذش ثلاث انظارات في الماتش وغال إنظار كان عنده انظارين قبل كده فلي بيأخذ ثلاث انظارات في ثلاث مباراة أو في مبارتين لا في ثلاث مباراة بيتوقف إذن أزمة الدوري وما حدث فيها خلال هذا الأسبوع من جلسات واجتماعات وجلسات ودية رسمية رفيعة المستوى امتدت عدة ساعات صدرت بعدها قرارات وبيانات وفيها مواقف كتيرة جدا جزء منها يأتي تحت مظلة ما صدر من حكم المهم من مركز التسوية اليوم لأنه في النهاية الرابط واحد والموقف واحد والهدف واحد بعد الفاصل